مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الجنرال المتقاعد حسين بن حديد يبعث بالرسالة خاصة الى بن صالح وبدوي وكذا اشارة مهمة الى القايد صالح اين طلب في البداية رؤوس الجهاز التنفيذي بتنحي وترك المجال امام مرحلة انتقالية مبنية على مجلس الرئاسي مدني من اجل تغيير الهدئ والسالس وادف انه يجب ان تشرف على الانتخابات هيئة مستقلة يرضى عليها الشعب وفي رسالة بن حديد اليوم اشارة قوية الى مؤسسة الجيش ورأسها ممثلا في القايد صالح لتسريع المرحلة الانتقالية والتغيير السالس كون مؤسسة الجيش تربط عليها امال كبيرة من الشعب الشعب مصمم ويرفض التنازل عن اي مطالب الى ان تنفذ جميعها دون استدناء الحل اذا اردوه فهو موجود وسهل فهل يتعاقل المسؤولون ويستجمون للشعب هذا ما يتمنه الجميع وسريعا لان التأخير لا يفيد الى المتربسين والعصابة لا تنسى الضغط على زر الاعجاب اذا كنت مع التغيير الكلي والسلمي كما لا تنسوا مشاركتنا بارائكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وشكرا جزيلا